موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلابنا العزاء طلاب الصف الرابع الاعدادي في مدارس الحكمة الدولية توقفنا في دروسنا السابقة عند اخر شيء اخذنا هو المنوال وكيف حساب النوال ان كان جدول تكراري او بيانات غير مبوضة او بيانات مبوضة اليوم سنتابع الفقرة الاخيرة في الكتاب الى وهي مقاييس التشتت نعرف مقاييس التشتت بشكل عام ما هي مقاييس التشتت عميق بالكتاب ان لكل مجموعة من الاعداد وسطا حسابيا كل مجموعة في الها وسط حسابي وان اعداد هذه المجموعة ربما تكون متجمعة بالقرب منه او مبتعدة عنه فعندي وسط حسابي ممكن الارقام قريبة منه ممكن يكون الوسط حسابي الارقام كثير بعيدة عنه فاذا كانت هذه الاعداد متجمعة بالقرب من وسطها الحسابي فان مقدار تشتتها ضئيل تشتتها ضئيل ما الها مقدار تشتت كبير واذا كان هذه الاعداد متعدة عن الوسط الحسابي فان تشتتها كبير لاحظة المثال الوسط الحسابي الاعداد ثلاثين اربعين خمسين ستين سبعين لاحظة الاعداد جنب بعض البعض وسطها الحسابي هو خمسين قريبا من بعض يعني خمسين اربعين ستين ما فيه الفرق بكبير اما الاعداد عشر عشرين تسعين مية ثلاثين ايضا وسط الحسابي هو خمسين لاحظوا وسطها هاي خمسين وهي خمسين ولكن هاي تشتت كبير ارقام بعيدة عن بعضها اما الاولى خمسين وسطها خمسين ولكن الارقام قريبا من بعضها نوعا ما فانقول هاي مقدار تشتتها اقل من مقدار تشتت الثانية هاي مقدار تشتتها صغير اما هاي الثانية مقدار تشتتها كبير هاي مقدار تشتت الأول ضئيل بينما العداد في المجموعة الثانية على وسط الحسابي كبير مقدار تشتتها هذا بالنسبة للتشتت بشكل عام تعريفه ورح نشوف ايش هي مقاييس التشتت طبعا مقاييس التشتت هنا اكثر لا مقياس ولا اثنين اكثر من المقاييس هاي ولكن مذكور في الكتاب مقاييس التشتت ان مقاييس التشتت التي سوف ندرسها هي المدى والانحراف المعيار المدى كلنا نعرف المدى من السنين السابقة وبعلمنا يا منا صف خامس ان المدى هو الفرق بين اكبر قيمة واصغر قيمة المتغير عندي بيان بجيب اكبر قيمة واصغر قيمة وبقول الفرق بيناتهم الفرق بيناتهم بيصير هو المدى المدى ليس ذات مقياس مهم للتشتت مو هو مقياس مهم ولكن احد هو احد من قاييس التشتت لا يتوقف لانه يتوقف فقط على قيمة من هنا ازغر قيمة واكبر قيمة للبيانات البيانات غير المبوضة ما هو المدى في مجموعة القيم التالية لاحظوا اعطيني مجموعة قيم 12 35 68 24 98 بجيب اكبر قيمة المدى المجلوب الرمز اكبر قيمة الى وهي 98 ناقص ازغر قيمة وهي 12 98 ناقص 12 الجواب 80 86 هذا هو المدى يعني بسيط حسابه بسيط وهو ايضا بسيط ما يحتاج الى عمليات معقدة لو مشينا عن المثال اللي بعده البيانات المبوضة المحطوطة في جدول التكراري ذو فئات او بدون فئات ايضا كيف بحسب ما هو المدى في التوزيع التكراري التالي من اصغر اطول فئة الحد الاعلى لاكبر فئة خمسة وخمسين المدى يساوي الحد الاعلى لاكبر فئة ناقص الحد الادنى لاصغر فئة ناقص الحد الادنى لاصغر فئة والجواب هو خمسة وخمسين ناقص خمسة اذا المدى هنا خمسين انقول المدى خمسون هذا هو المدى للبيانات يتوقف على اعلى قيمة وادنى قيمة ان كانت بيانات مبوضة او غير مبوضة لو شفنا المقياس الثاني من مقاييس التشتت الانحراف المعياري الانحراف المعياري اللي يعد الطرق لحسابه اللي هو عدة صياغ هون ما اخذينه بشكل بسيط جدا في الكتاب يعد الانحراف المعياري من اكثر مقاييس التشتت استخداما فاذا كان لدينا ان من المفردات ومن المفردات طبعا من اكس واحد الى اكس ان وسط الحسابي اكس لازم نحسب الوسط الحسابي بالاول فان هذه المفردات تكون متقاربة من بعضها البعض اذا كانت قريبة من وسطها اي اذا كانت انحرافات عن اكس صغيرة وبالتالي انحرافات المفرد عن وسط الحسابي يمكن استخدامها لقياس التشتت ويمكن ان يتم ذلك باخذ بتوسطات هذه الانحرافات شنون لاحظوا فيه قانون هو ما رح نمشي على هاي رح نمشي على القانون على التعريف بعدين عن قانون الانحراف المعياري هو القيمة الموجبة للجدر التربعي لمتوسط مربعات انحرافات قيمة مفردات التوزيع عن وسط الحسابي ويرمز لها بالرمز اس اس هو الانحراف المعياري اس الانحراف المعياري يساوي تحت الجدر الجدر التربعي مجموع مربعات القيم مقسوما على عدد هذا اسم متوسط المربعات ناقص المتوسط الحسابي تحت الجدر يعطيني الانحراف المعياري اذا انحراف المعياري بسيط جدا لازم كون جدول طلع من المربعات في عندي اكس القيم لازم طلع الاكس مربع هي المربعات بجيب مجموعة القيم على عددها بيعطيني متوسط الحسابي مجموعة المربعات على عددها يلزمني بطرح مجموعة المربعات على عددها ناقص المتوسط الحسابي تحت الجدر بيطلع معي الانحراف المعياري لو شفنا مثال بس اتذكر القانون لا تنسوا مجموعة المربعات على عددها ناقص مربع المتوسط الحسابي وليس المتوسط الحسابي فقط مربع لا نشوف نحن مثال بل كنفهم الفكرة 100% لاحظوا المثال التالي احسب الانحراف المعياري للقيام الاتية الانحراف المعياري للقيام الاتية من قيم واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة لا وهي الارقام الفردية من واحد الى تسعة راح ناخذ الانحراف المعياري هذه القيام راح اكتب اول شيء القيام من هي هين اكس القيمة اعطيني واحد اثناء ثلاثة خمسة سبعة تسعة لازمني مربعاتها ايضا مشان احسبها بشكل سليم لازم احسب مربعاتها الواحد واحد الثلاثة التسعة الخمسة خمسة وعشرين السبعة تسعة واربعين التسعة واحد وثمانين تحت لازم احسب المجموع هين يتزمني المجموع مباشرة واحد وثلاثة اربعة تسعة وسبعة ستعاش وخمسة خمسة وعشرين مجموحا خمسة وعشرين واحد تسعة عشرة خمسة وثلاثين تسعة وثلاثين واحد وثمانين تسعة واربعين واحد وثمانين فيها مية وثلاثين وعندي خمسة وثلاثين مية وخمسة وستين هاي بالبداية نحسب المربعات مجموعة القيام والمربعات نجي مباشرة بنطلع من المعطيات اللي تزمني يزمني المطوسط الحساب اللي هو مجموعة القيام على عددها. مجموعة القيام عندي خمسة وعشرين مجموعة على عددها. كم قيمة? لحظة واحد اثنين ثلاث اربعة خمس قيام. اذا الخمسة وعشرين على خمسة الا وهي خمسة. هذا الاكس. بعدين لا تنسى طلع مجموعة اكس مربع على اين? مجموعة اكس مربع بشكل عام هو مية وخمسة وستين. على ان على خمسة. مية وخمسة وستين تقسيب خمسة ثلاثة وثلاثين. اذا مجموعة المربعات اطرع معي ثلاثة وثلاثين ونتوصل حسابي هو خمسة. بروح لا احسب او او تشتت ونصبين الحراف المعياري احد مقاييس التشتت. يرمز بالرمز اس تساوي قانو تحت الجذر سجما اكس مربع على اين? ناقص منتوسط الحسابة ليل تربية. ناقص حسابة ليل تربية. يساوي þحت الجذر سجما اكس مربع على اين ثلاثة وثلاثين ناقص منتوسط الحسابي خمسة للتربية خمسة وعشرين. يعني طلع معي جذر ثلاثة وثلاثين ناقص خمسة وعشرين جذر ثمانية جذر ثمانية اثنين جذر اثنين هذا هو الجواب اثنين جذر اثنين في ملاحظة اتقول ارجع اعيد هاي قبل ما قبل ما احكي عن الملاحظة اي شيء الاكس بحط القيم واجمعها بحط مربعات القيم واجمعها بطلع متوسط الحسابي بطلع مجموع المربعات على العددها بناقص مجموع المربعات على العددها ناقص المتوسط الحسابي تحت الجذر بيعطيني الانحراف المعياري طبعا فيه بغير بسموه شيء اسمه التشتت اللي هو مربع الانحراف المعياري يعني بدون جذر بسموه التشتت يعني ثمانية هو التشتت فيه يقول اذا اضفت قيمة او طرحت قيمة من المتوسط الحسابي او من القيم ما رح يتغير التشتت اذا طرحت قيمة ثابتة او جمعت قيمة ثابتة ما رح يتغير التشتت شلون يعني هسا رح نشوفه نحن رح ارجع رح خلي القيم بس رح نقص القيم رح نقص القيم واحد قيمة واحدة بس لاحظوا هاي واحد رح تصير صفر وثلاث اثنين والخمسة اربعة والسبعة ستة والتسعة ثمانية اذا القيمة الجديدة صارت معي صفر اثنين اربعة ستة ثمانية نقصت واحد واحد من القيمة الماضية مجموعة بعشو رح تشوفو صفر مربحة صفر اثنين مربحة اربعة الاربعة مربحة ستة عشر والستة مربحها ستة وثلاثين والثمانية مربحة اربعة وستين اربعة وستين نحسب مجموعة هاي مجموعة عشرين وهاي مجموعة لاحظوا مية وعشرين حسب مجموعة مية وعشرين نطلع من توسط الحسابي نطلع من طوصل حسابي X فوق خط X bar تساوي 20 طوصل حسابي مجموعة القيمة على عددها مجموعة 20 وعددهم 5 فتجواب من طوصل حسابي 4 بدي مجموعة المربعات على عددهم 120 عددهم 5 120 على 5 120 على 5 الجواب 24 بدي أحسب الانحراف المعياري S تساوي تحت الجذر القانون هي مجموعة المربعات على عددهم ناقص مربع المتوسط الحسابي تحت الجذر مجموعة المربعات على عددها هو 24 مربع المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي 4 مربعه 16 ال S تساوي ال S تساوي 24 ناقص 16 الجذر الثمانية جذر الثمانية هو 2 جذر الثلين نفس الانحراف المعياري للي قبله تماما يعني القيام اذا نقصنا منها او زودنا لها ما رح يتغير معي الانحراف المعياري طبعا تنقص لكل القيام واحد او تجمع لكل القيام واحد او رقم معين مدر يكون واحد اي رقم ثاني رح يتظل نفسها تماما رح يتظل نفسه تماما فلاحظوا معي الملاحظة لهو كاتبة ملاحظة هذا حسبنا انحراف المعياري 2 جذر 2 اذا عند طرح كمية ثابتة من جميع القيام لا تؤثر على قيمة الانحراف المعياري وهي المثال اللي بعده طرح منه واحد كلياتهم وطلع معه نفسه الانحراف المعياري ما تغير ابدا طلابنا العزاء في شي اسمه الدرجة المعيارية الدرجة المعيارية هو ناخذ اكس الدرجة اللي بدية نقص بتوسط الحساب على الانحراف المعياري هذا اسمه الدرجة المعيارية مهمة زيادة ما علي امثل كثير ولكن انتبهنا مشان درسنا القادم ظل عندي معاملة ارتباط وهو اخر بحث في الكتاب اخر فكرة في الكتاب بشكل كامل معاملة ارتباط ما بيجي الا بين بيانين مو بيان بيان واحد لان اسمه ارتباط بده اثنين بين بعض لحتى يمشي حاله شكرا لكم طلابنا العزاء نلتقي ان شاء الله بالدرس القادم مع معاملة ارتباط ونفهم اشه هو وخواصه وشلون نحسبه اريد حسابه اشه استفادة منه وكون ان هنا كتابنا باذن الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر